موسيقى السلام عليكم ورمضان كريم وأهلا بكم مع لقاء جديد من علوم دار قدمه لكم أنا محمد عبد الكريم والبداية بالعنوي رئيس الدولة ونائبه يتلقيان تهاني قادة الدول العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك موسيقى ومحمد براشد يصدر مرسوما بتعيين حصة بنت عيسى بحميد مديرا عاما لهيئة تنمية المجتمع في دبي موسيقى موسيقى أهلا بكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تلقى صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيات تهنئة من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك الدول العربية والإسلامية وأمرائها ورؤسائها كما تلقى صاحب السمو شيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راه الله برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك الدول العربية والإسلامية وأمرائها ورؤسائها بعث صاحب السمو شيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده كما بعث صاحب السمو شيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي راه الله برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة رئيس الدكتور عارف علوي وبعث صاحب السمو شيخ محمد براشد المكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى دولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية أصدر صاحب السمو شيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكمة لإمارة دبي مرسوما بتعيين معالي حصة بنت عيسى بحميد مديرا عاما لهيئة تنمية المجتمع في دبي وعرب سموه عن شكره سعادة أحمد عبد الكريم محمد جلفار على جهوده المتواصلة في خدمة مجتمع الإمارات وإمارة دبي خلال المدة الماضية متمنيا له التوفيق والنجاح في المهام الوطنية القادمة التي سيكلف بها استقبل صاحب السمو الشيخ أحمد براشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر الزاهر جمعة المهنيين بمناسبة شهر رمضان المبارك فقد تقبل سموهما التهاني والتبركات بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وروساء الدوار الحكومية ومديريها في الدولة وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار الذين أعربوا عن خارص تهانيهم وتبركاتهم بهذه المناسبة المباركة كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين في قصر سموه بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين جمعة المهنيين بحلول شهر رمضان المبارك وتقبل صاحب السمو حاكم أم القوين التهاني والتبركات بالشهر الفضيل من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني بهذه المناسبة بعثت سمو الشيخ فاطمة بن تنبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية برقياته تهنئة إلى قرينات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك الدول العربية والإسلامية وأمرائها ورؤسائها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك نشراتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل الأمين العام للناتو يطالب الغرب بمواصلة دعم أوكرانيا والخارجية الأمريكية تنفي تجاوز الصين خط تسليم أسلحة فتاكة إلى روسيا مدينة الشيخ الشخبوت الطبية تتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا هنيئا تخيل شعورها لهم تعاب فقر جوع الخوف على أطفالها التفكير بالمستقبل نستطيع مساعدتها بمساهمتك معنا في المير الرمضاني ونرسل لهم الطرود الغذائية وجميع ما يحتاجون ليعيشوا بسعادة مهمة مرة أفطرت قبل الأذان يعني كنت بسمع على الراديو وطلعت دولي أخرى الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذität م desapعة أنا أحبه مرسل أحبن طبخ الوالدة هذا يعني من السنة لل السنة أنتضرب مع أنها كل يوم تطبخ سبحان الله بس في رمضان الدنيا تتغير عود يا أنفسكم وربوها على التطوع والعطاء الشيخ زيادة الأرحمة بذر هذه البذرة فينا وأثمرت ثمرة طيبة لكن نحن علينا أن نسقيها وأن نكثر من سقايتها في شهر رمضان مبروك لكم شهر على أجمل الجزر في أبوظبي يشك مجتمع نابض بالحياة أن يرى النور أهلاً بكم في جزيرة الجبين في مدينة الشيخ شخبوت الطبية نقدم لك الرعاية المتخصصة التي تحتاجها والاهتمام الذي تستحقه شكراً ماما وكوننا إحدى أضخم المستشفيات وأكثرها تطوراً في الإمارات ومن خلال شراكتنا مع مايو كلينيك نوفر لكم الخبرات الرائدة عالمياً لمعالجة أكثر الحالات الطبية تعقيداً هنا داخل الدولة يركز الخبراء متعدد التخصصات لدينا على تلبية احتياجات كل مريض وتقديم أفضل رعاية طبية بدرجة عالية من التعاطف والاحترام مدينة الشيخ شخبوت الطبية بالشراكة مع مايو كلينيك اهتمامنا بك ثروتنا لحجز موعد مع أحد خبرائنا اتصل على 850 او تفضل بزيارة ssmc.ae مدينة الشيخ شخبوت الطبية تتمنى لكم صياماً مقبولاً وإفطاراً هنيئاً اهلاً بكم من جديد مشاهدنا الكرام والآن إلى جولة من أهم الأخبار العالمية في ملف الأزمة الروسية الأوكرانية قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي عقب زيارة مناطق من الجبهة في شرق البلاد إنه رأى معاناة شديدة لكنه رأى الأمل أيضاً وضف زيلنسكي في إفادة عبر الفيديو إن رؤية البلدات في دونباس أمر مؤلم والتي جلبت لها روسيا المعاناة والخراب في إشارة إلى صافرات إنذار الغارات الجوية كل ساعة والتهديد المستمر بالقصف وضف أنه على الرغم من الدمار والمعاناة الشديدين فهناك آمل في هذه المناطق وفي سياقنا متصل قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يونسا ستولتنبرغ في حوار مع صحيفة جارديان البريطانية إنه سيتعين على الدول الغربية دعم أوكرانيا مدة طويلة في ظل الهجوم الروسي الشامل على البلاد وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط للتوصل للسلام إنما يخطط لمزيد من الحرب قال الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا شمالية أطلقت أربعة صواريخ كروز قبلت ساحلها الشرقي وذكر الجيش أن بيونج يونج أطلقت عدة صواريخ من دون ذكر تفاصيل لكن وزير الدفاع الكوري الجنوبي لجونج سوب أبلغ البرلمان أنه جرى إطلاق أربعة صواريخ شكرا لكم مشاهدين أعلم في المتابعة وفي أماننا اشتركوا في القناة